لكورسك أهمية تاريخية بالغة بالنسبة لموسكو فمنها عبر الألمان في الحرب العالمية الثانية كما أنها تحتوي على محطة للطاقة النووية تخشى موسكو أن تصلها أياد الأوكرانيين الهجوم الأوكراني المباغد سرعان ما تحول لهجوم منظم حيث أكد الجانب الأوكراني سيطرته على أحد عشر موقعاً من بينها قرى وبلدات صغيرة موسكو زجت بالألاف من جنودها واستدعت جنود الاحتياط مع إشراك الآليات الثقيلة والطيران الحربي في محاولة لصد الهجوم الأوكراني فيما لا تزال المعارك متواصلة وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن استهداف وحدات أوكرانية بالقرب من قرى تبعد حوالي 25 كم عن الحدود الروسية الأوكرانية كما أعلنت روسيا حالة الطوارئ الفيدرالية في المقاطعة وفرضت نظاماً أمنياً شاملاً في ثلاث مناطق حدودية هي بيريانسك وبيلوغرود إلى جانب كورسك يأتي هذا فيما قال مسؤول أوكراني رفيع لوكالة الأنباء الفرنسية أن الهجوم على كورسك لم يضعف حتى الآن الهجوم الأوكراني في شرق روسيا أو في شرق أوكرانيا الهجوم الروسي هناك حيث تقدم موسكو مزيداً من الأراضي منذ أشهر عدة ترجمة نانسي قنقر